السلام عليكم اهلا بيكو في الجزء الرابع والاخير من سلسلة الفيديوهات التعرفية للويب سايت الجديد لمدرسة منارة اليابلس في الفيديو الاول احنا كنا استعرضنا بشكل ثريع جدا الداشبورد عاملة ازاي و ايه هي الحاجات الايكونز اللي انا هستخدمها و كل ايكون معناها ايه في الفيديو التاني عرفنا جزئية الكلاسورك هومرك و ان انا بدخل بشكل يومي اعمل سرش على الكلاسورك والهومرك في كل المواد ازاي والجزئية التالتة كانت موضوع الاسايمنت ازاي ان انا احل الاسايمنت وابعته للتيتشر اونلاين واعرف المارك بتاعتي وهكذا النهارده ان شاء الله هنتطرق لجزئية الكوزز عشان اعرف ايه هي الكوزز الموجودة عندي عندي هنا في الجزئية الابل الاخيرة كوزز ان سورفايز بادوس عليها ظهر عندي ان انا عندي ثري كوزز وعندي في العربي تطبيق على الواحدة الاولى اداء واحد وعندي ادن ثري ديجيت نومبرز في الماث طيب خلونا نعرف ازاي احنا بنتعامل مع الموضوع ده اول حاجة في الكوز بتاع الانجليش موجودة عندي هنا from day 27th of august لحد يوم 27th of september طيب ال time limit يعني ايه time limit يعني بمجرد ما افتح الكوز قدامي 20 minutes بس اقدر احل فيهم فانا لازم اخد بالي من النقطة دي اوكي طيب بادوس هنا view assignment او test فبيظهر عندي الكوز بالشكل ده choose the correct answer احمد space to school by bus خلان اول always goes فباختار الانسر كده he space a student he is a student احمد space to school by bus احمد exactly goes تمام طيب عندي في الاخر هنا بعد ما انا حليت خلاص المفروض ان انا بقى متأكد من الانسر بتاعتي فبدوس هنا submit quiz quiz submission confirmation are you sure you want to submit this quiz هنا بيسألني طبعا قبل ما يعمل submission لان once ان انا بدوس yes خلاص الموضوع انتهى انا مقدرش اغير في اجاباتي ومقدرش اعمل اي حاجة تانية فبدوس yes قال لي هنا your quiz has been success submitted successfully وبالتالي هنا القوز تشيل من عندي لان انا اعملت ايه لان انا حليته طيب هنا انا دوست show in active quizzes ظهر عندي ايه هنا not available ان انا مقدرش اعمل اي action خلاص في القوز ده طيب دلوقتي انا حليت القوز اعرف ازاي المارك بتاعته المارك بتاعته هتظهر لي automatically هنا برضو في نفس الايكون ديت بس اول ما due date بتاعه يخلص يعني انا خلاص حليت القوز والقوز اتعمله auto correction فدلوقتي القوز available من يوم 27 8 ليوم 27 9 يوم 27 9 ان شاء الله هتظهر المارك بتاعت القوز ده وحقدر اعرف انا جبت كان في القوز ومنتهى البساطة وهكذا بعمل كده في كل الاسايمنت اللي عندي عشان نشوف هنا not available لان ده انا حليته خلاص وعملت له سمات انما هنا ده ممكن افيو اسايمنت او تاست وهنا كمان اقدر اعمل كده فناخد بالنا جدا ولازم نتأكد من اجاباتنا كويس جدا ونرجع مرة واثنين وثلاثة قبل ما ندوس سمات ونعمل confirm للسبمشن بتاعنا اتمنى يكون الفيديو فاتكو وشكرا جزيلا سلام عليكم